مرحباً إلى Why Education سأشرح لكم و الاستجافات و الفرق هاتف واحدة يوجد و المعامل أولى ثم إيجابات دعونا نبدأ الآن ترى هذه ترى اشترك راكل و بنت شجر و نباتات كل هذه مميزة على الكائنات الحية So living things like man, girl, boy, animals and tree or plants All are examples of living things ليه كائنات حية؟ ليه قلنا عليهم كائنات حية مش غير حية لأن ببساطة الكائنات الحية ليها أربع خصائص بس يتحرك بتمشي طبعا الراجل ده ممكن يمشي والبنت ممكن تمشي والولد ممكن يمشي بس يتنفس تاخد نفس عيشة حية يعني عندهم بيجيبوا أطفال عندهم بيبز وطبعا الحيوانات داخلة من دلهم يعني الحيوانات كائنات حية لأن برضو الحيوانات بتتحرك وبتجيب بيبيهات صح وبتتنفس وآخر حاجة بتاكل وبتشرب Drink and eat بتاكل وبتشرب طيب يعني اللiving things تاني الكائنات الحية بتتحرك مو بتتنفس Breathe Reproduce or have babies بتتكثر أو بتجيب بيبيهات كتير أطفال ورابع حاجة drink and eat يأكل وب يشرب طيب ممكن حاجة يسألني طب ما هو الشجر مش بيتحرك إزاي يعتبر كائنات حية؟ طيب خلينا الأول نبدأ بالانيمالز الانيمالز also الثاني الانيمالز dog, cat, elephant, fish أي أنيمال كائنات حية living things why animals also can eat, drink, move and have babies صح؟ طيب بنيجي للـ trees or plants أو الـ flowers الأشكار والنباتات طبعا دول برضو كائنات حية ليه؟ لأن هما بيحتاجوا مية وبيحتاجوا أكل عشان يعيشوا يعني أنا لو جبت وردة حبستها في حتة ظلمة مش بعد شوية بتموت لكن لو نفس الوردة دي حطتها في الشمس حطت لها مية كل يوم وجبت لها تربة الصايل مش هتكبر هتكبر ده معنى أنها بتأكل وبتشرب صح؟ يبقى الأشكار والنباتات والورود برضو كائنات حية بتحتاج أكل وبتكبر grow الشجرة بتبقى صغنونة plant small plant then grow up صح؟ يبقى tree and plants need water and nutrients to live that's why they are living things خلاص ببساطة summary living things like humans, animals and plants can move eat, breathe and reproduce دي كائنات حية طيب الكائنات الغير حية and non-living things زي ما انتوا شايفين في الصفحة دي ساعة كباية كتاب ألم ورقة كمبيوتر بالون anything doesn't have the characteristics of living things يعني هنشرحها دي examples داني فوكس الكتب كب كب كباية الساعة كلاك كرسي ترابيزة طولة أي جلاس نضارة أي حاجة don't move ما بتتحركش don't eat or drink ما بتكلش ما بتشربش don't reproduce يعني ما بتخلفش ما عندهاش papers و don't breathe ما بتتنفس يعني هل احنا شفنا مرة كتاب قاعد بيكل أو بيشرب لا طبعا شفنا كباية ممكن تتحرك لوحدها لا طبعا يعني can we see some books walking in the street no can we see a cup breathing of course not can we see a chair eating ممكن نشوف كرسي قاعد بيكل أو بيشرب no that's why they are all non-living things كائنا بغير حية غير حية مش عيشة ما بتتنفس ما بتكلش طيب يبقى again non-living things don't eat or drink don't reproduce don't move or walk and don't breathe كده احنا خلصنا الكائنات الحية والغير الحية living things and non-living things briefly بمنطقة البساطة كل فيديو ان شاء الله هنزل Nearpod game Nearpod the application انتو بس ما عليكم انك تدوس على اللينك اللي انا هحطه في الdescription box وليكم لعبة يعني يريد الاطفال او اي حد يلعبها لان هي بس كم سوئل بي اي سوال understanding of the lesson okay so you will find the Nearpod game link in the description box below just free game to test your understanding on the lesson but it is just valid until December 10th هي بس لشهر واحد valid okay I hope you enjoy the lesson thank you so much subscribe please and don't forget to ask anything you want in the comments below and see you insha'Allah in the next lesson bye